أننا ممكن أسمع الله وسمع الله يعني هل السناء على الله يعد دعاء هل السناء على الله أنت كريم أنت الكريم هل هذا يعني يا رب ارزقني قد يعني في بعض المواطن وفي أبيات الشار العرب إذا ما أثنى عليك المرء يوما أذكر حاجتي أم قد كفاني ليس كذلك أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك بعضهم يقرأ حياؤك لا حباؤك يعني عطائك أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك يعني عطائك فإن شيمتك الحباؤ يعني شيمتك أنك معطاء أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباؤ إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاغ من تعرضه الثناء يعني واحد أثنى عليك يقول على ملك من ملك الدنيا كريم إذا أنا أثنيت عليك فهمت أنت مرادي يا رب أنت أرحم الراحمين أليس هذا متضمن دعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير إليك كذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصف على نفسي لربه أنا ظالم أنا مرتكب للظلم أعترف لربي بذلك أعترف لربي بذلك ففي بعض المواطن السناء يكون دعاء السناء يكون دعاء وهذا الذي حمل عليه بعض العلماء أن النبي كان يدعو يشير بإصبعه خلافا لما فهمه عمارة بن رؤيبة من الحديث رضي الله عنه قالوا يعني عمارة يقول كان الرسول يده ولا يزيد على أنشير بإصبعه ففهم بعض العلماء ذلك أنها في مقام التوحيد بمعنى ارزقني أنت الرزاق لا أمد يدي لأحد أنت الرزاق إذا قلت أنت الرزاق وحدك فهو دعاء أنت خير الناصرين فأشير بإصبعه علامة علامة التوحيد في هذا الباب لا ناصر إلا أنت لا شافي اشفني أنت الشافي أو أقول بدوني شفني أنت الشافي يا رب أنت الذي شفيت أيوب فإشارتي بإصبعه تعني أنني ماذا وحد الله أثناء دعواتي فذا الذي ينبغي أن يحمل عليه حديث ومارة ابن رؤيبة رضي الله عنه والله أعلم